أسلحة أولاد الملكوت في استرداد الملكوت أول حاجة يقولها طوبة للمساكين بالروح وكلنا عارفين أن المساكين بالروح يعني الناس المتضيعين وليه بيبتديها؟ بيبتديها بكده لأن الملكوت الأرضي اللي فسد روحه الأساسية هي الكبرية روح هذا العالم هي الكبرية الشيطان اتعمل بسبب الكبرية والشيطان نجح خطته في آدم بالكبرية هو حاب يحطه كرسية أمام كرسى الله فصار شيطان ورح قال لأمنا حوى وأبونا آدم تصيران مثل الله بالكبرية فصار الاتجاه العام والروح العامة في الدنيا الفزدانة هي الكبرية وهي أصل كل خطيئة وأصل كل الشروط الكبرية والإحساس بالذات وبالمناسبة هذه المشاعر الكبرية موجودة في كل إنسان حتى لو كان غلبان حتى لو كان شحاة ما قربتش مرة تدي حسن الواحد شحاة تمسكها ورميها فوش شكل؟ ليس كده؟ ليه؟ لأنه جواه إنسان جواه إنسان متكبر فالكبرية هي روح الملكوت القديم وبالتالي أن روح الملكوت الجديد هي الاتضاع عشان كده قال يا هنى ويا بخر اللي عنده هذه الروح الجديدة والسلاح الجديد اللي يغلب به العالم الاتضاع طوبة للمساكين بالروح لأن دولة اللي هيملكوا ملكوت الله على الأرض طوبة للمساكين على الأرض هو يتكلم على الأرض هو صنعت السلام فينا بالمناسبة على الأرض هو الجيع والعطاش من أجل البرد والفين ما على الأرض كل كل الكلام ده على الأرض فالجزء الأولاني هو الروح روح هذا الملكوت الجديد هو روح الاتضاع والاتضاع هي الصفة اللي أول ما تحس بيها تفقدها عارفين اللي هي أنا متواضع وأفخر بذلك فالاتضاع هي الصفة الوحيدة اللي الإنسان لما يحس بيها يفقدها لكنها روح الملكوت الجديد ده اللي خلى رب المجد أهل للناس تعلموا مني لأني وديع وإيه ومتواضع القلب